للوقوف على المشهد في العاصمة الأمريكية واشنطن للمزيد ينضم إلينا مرسل الحرة من البيت الأبيض هشام برار ومن وزارة الخارجية الأمريكية ميشيل غندور ومن البندكونت انضم إلي وفاء جباعي ومعي من الكونغرس عبد الرحمن البرديسي مرحبا بكم جميعا زيارة الرئيس الأمريكي تحت الأنظار الآن لها السعودية هل من مزيد هشام حول هذه الزيارة وهل هناك من ضغط لربما يتعرض له البيت الأبيض الإدارة الأمريكية الآن نتيجة لإعلانه عن هذه الزيارة بكل تأكيد جرير لسيما الشق المتعلق بلقاء الرئيس الأمريكي بولي العد السعودي محمد بن سلمان بعد أسابيع من التكهنات البيت الأبيض قرر وفقا لمسؤول هنا في البيت الأبيض تحدث للصحفيين حسم المسألة بالقول بأن الرئيس الأمريكي سيلتقي مع بن سلمان لدى زيارته لجدة مدينة جدة السعودية حيث سيشارك في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي الست زائد ثلاثة الأردن ومصر والعراق الرئيس الأمريكي كما قال سابقا أنه يقول هذا المسؤول لم يكن يريد القطيع مع السعودية كشرك استراتيجي مهم للولايات المتحدة بقدر ما كان يطمح إلى إعادة تقييم هذه العلاقة والمسؤول يذكر بأن الولايات المتحدة أفرجت عن تقرير كشف بأن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن محمد بن سلمان أعطى موافقته على عملية التي أدت إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أيضا يشير المسؤول إن وزارة الخارجية الأمريكية وضعت سياسة يسمى بحضر خاشقجي يجرد ويمنع الشخصيات والمسؤولين والهيئات التي تورطت في انتهاكات ومضايقات ضد حق الإنسان والصحفيين بالتحديد من الحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة المسؤول يقول إن هذا الحضر شمل حوالي سبعين سعوديا وهيئة سعودية حتى الآن يقول المسؤول إن الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف إذا رأى أن الحوار والانخراط مع أي مسؤول يخدم المصلحة الأمريكية فإنه سيفعل ذلك ويذكر المسؤول بأن الرئيس الأمريكي سيضع ملف حق الإنسان في صلب محادثاته مع محمد بن سلمان كما وضع في مقدمة أولويات سياسته الخارجية لدى وصوله إلى البيت الأبيض شكرا لك هشام تفضل ميشيل ماذا يدور في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية؟ نعم جرير الخارجية الأمريكية منشغلة أيضا بالإعداد لهذه الزيارة التي سيقوم بها الرئيس بايدن إلى إسرائيل والسعودية والتي سيرافق خلالها وزير الخارجية أيضا أنطوني بلينكين الخارجية الأمريكية تعمل على الإعداد لهذه الزيارة مع الدولتين إضافة إلى الدول الخليجية الأخرى والدول العربية التي ستشارك في القمة في جدة لمجلس تعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن من ناحية أخرى هذه الزيارة وبحسب مسؤولين أمريكيين ستؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الشرق الأوسط أنها وفي حين أنها تركز أيضا على المحيطين الهادئ والهندي لن تتخلى عن منطقة الشرق الأوسط ستقوم وتواصل موقفها وعملها القيادة في هذه المنطقة للحفاظ على الشراكة مع دول الخليج والدول العربية وإسرائيل والتقريب بين هذه الدول إضافة إلى الحفاظ على أمن الطاقة وأمن المنطقة وصد الهجمات والتهديدات الإيرانية كذلك من ناحية أخرى تتابع الخارجية الأمريكية المهمة التي يقوم بها كبير المستشارين آموس هوكستين في بيروت وإسرائيل من بعدها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وحل مسألة الخلاف الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان ويبدو أن هناك أفكارا قدمت من قبل الجانب اللبناني قد تدفع بهذه المفاوضات قدما بحسب ما صرح هوكستين لقناة الحرة من ناحية أخرى توقف مسؤول في الخارجية الأمريكية عند التطورات الأخيرة في العراق أشار إلى أن الولايات المتحدة تفضل عدم التعليق على استقالة نواب مقتضاء الصدر ولكنه أكد في المقابل أن الولايات المتحدة ستعمل مع أي حكومة عراقية تضع سيادة العراق ومصالح الشعب العراقي في صلب أولوياتها شكرا لك ميشيل ماذا يجري من جلسات استماع اليوم في الكونغرس عبد الرحمن نعرف بأنه سيكون هناك جلسة للجنة الاعتمادات وسيكون هناك حديث أيضا عن حيازة الأسلحة وامتلاك الأسلحة وتشريع خاص جديد هل لك أن تشرح لي المزيد؟ نعم جرير ربما بعد خمس دقائق من الآن ستعقد لجنة الخدمات المالية والحكمية والتابعة للجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ جلسة استماع لنائب وزير الخزانة والي أديامو للحديث عن الميزانية المقترحة لعام 2023 والخاصة بمكتب مكافحة الإرهاب وهو تابع لوزارة الخزانة وسيتحدث والي أديامو نائب وزير الخزانة عن ميزانية مقترحة تقدر بحوالي مائتين واثنى عشر مليون دولار أي بزيادة قدروها أربعة عشر ونصف في المائة عن ميزانية العام الماضي حيث يريد والي بأن يكون هناك وظائف جديدة فتح وظائف جديدة ومكاتب لمكافحة الإرهاب وأيضا للأمن السبراني والتابعة لمكافحة ما يعرف ببرامج الفيديا وأيضا لموضوع فرض العقوبات على الكثير من المنظمات الإرهابية الدولية ويسعى من خلال هذه الجلسة أديامو أن يقنع المشرعين بمجلس الشيوخ للموافقة على هذه الميزانية لمكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخزانة هذا من جانب أما بالنسبة لموضوع الأسلحة الذي يشغل الآن الأورقة في داخل مجلس الشيوخ كما نعلم منذ إجازة الأسبوع الماضي كان هناك انفراجة بين الجمهورين والديمقراطيين على موافقة عشرة أعضاء الجمهورين تقريبا بتقديم بعض التنازلات لمشروع قانون امتلاك الأسلحة الآن في هذه الأثناء ويتزعم هذا الحدث طبعا كريس ميرفي الزعيم الديمقراطي مجلس الشيوخ مع تشاك تشومر زعيم الأغلبية على سياغة وكتابة مشروع القانون حتى يرضي جميع الأطراف ليكون هناك تصويت كما وعد تشاك تشومر قبل عيد الاستقلال وإجازة عيد الاستقلال في الرابع من شهر يوليو القادم عبد الرحمن شكرا لك أوكرانيا لربما هو الملف هذا يسيطر على أيضا مجريات وزارة الدفاع الأمريكية أين هو وزير الدفاع الأمريكي الآن وفاء؟ بالفعل جارير وزير الدفاع لويد أستن وصل منذ قليل إلى بروكسل حيث سيشارك على مدى يومين في اجتماعات وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي والأهم أيضا أنه سيترأس الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا والتي ستعقد اجتماعها الثالث كما ذكرت على هامش اجتماعات حلف وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي أستن كان استبقى وصوله إلى بروكسل بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع وأيضا على دعم الولايات المتحدة غير المحدود لأوكرانيا وعلى أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة جديدة للاستماع من الجانب الأوكراني طبعا لإحتياجات أوكرانيا تحديدا في حربها وفي معركتها في الدفاع عن دونباس أيضا وزير الدفاع لويد أستن أكد أن الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء في هذه المجموعة سيبحثون في إمكانية زيادة حجم ونوع المساعدات والأسلحة الثقيلة التي ستقدم لأوكرانيا أيضا وزير الدفاع كما قلت يشارك في اجتماعات حلف شمال الأطلسي هذا الاجتماع هو اجتماع تحضيري لقمة الرؤساء المقررة في مدريد في نهاية هذا الشهر وأيضا ملف أوكرانيا سيكون حاضر بشدة وأيضا ملف اندمام كل من السويد وفنلندا إلى الحلف طبعا أيضا أوستن كان أكد أن هذه الحرب الروسية على أوكرانيا هي تقود الأنظمة أو النظم الدولية وأيضا تهدد ليس فقط الأمن في أوروبا وإنما في العالم شكرا لك وفاء جباعي مراصلة الحرة من وزارة الدفاع الأمريكية شكرا لك عبد الرحمن البرديسي مراصلة الحرة من الكونغرس شكرا لك من البيت الأبيض يشام برار وشكرا لك مشيل غندور من وزارة الخارجية الأمريكية شكرا لكم جميعا